السلام عليكم المرة دي احنا اتكلمنا في التقسيمة الاهم بالنسبة للصناع التقسيمة الاهم بالنسبة للصناع هي التقسيمة تابعاً للخواص الطبيعية والميكانيكية الخواص الطبيعية والميكانيكية أول حاجة بنكلم عليها هي الأستمرز الأستمرز عارفين زي إيه؟ زي اللبانة لما يبقى عندنا فيه البانة نقوم نشد 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 فيها زي ما أنا عايزين ونرجحها مرة تانية ممكن نشدها يعني أكبر من حجمها بألف مرة وممكن نرجحها مرة تانية إيه؟ نقدر نقول على الإيلاستمرز هي مواد هيدروكربونية أهم حاجة طبعاً غير مشبعة الزيت أوزان جزيئية عالية ماشي إيه بقى؟ إيه؟ ليه سمناها إيلاستمرز؟ أهم حاجة دي إيلاستمرز عشان بتصل نسبتها في الشد من خمسمية لألف في المية من خمسمية لألف في المية وترجع لشكلها الأصلي بعد إزالة الشد زي المين المطاط طبعاً أنا أعطيتكم مثال اللي هي اللي بيننا ده مثال عشان تبقوا عارفين الشكل بتاع الإيلاستمرز عامل إزاي طيب دي أول تأسيمة تأسيمة التانية اللي هي البلاستمرز البلاستمرز هي مواد عضوية زادة أوزان الجزائية كبيرة؟ آه أما هي مش شرط تكون مشبعة أو غير مشبعة أهم حاجة فيها إن هما بتقسمها لنقطتين النقطة الأولينية بتقسمها لفليكسيبول بلاستيك طبعاً عمرها ما تبقى زي الإيلاستمرز يعني افليكسيبول يعني إيه؟ بيزداد مقدارها من عشرين شوفوا من عشرين؟ مش من خمسمية لغاية تمنمية في المئة بس بصوا بقى أهم حاجة فيها ولكنها لا ترتدي إلى وضعها الأصلي أما في الإيلاستمرز كابتشد من خمسمية لألف وترتدي لوضعها الأصلي أما هنا في الفليكسيبول بلاستيك لا ترتدي لوضعها الأصلي زي الكيس الكيس النيلون اللي بتاع البيت الكيس اللي نحط فيه الأكل لو انت شدتيه شدتي الكيس إيه اللي يحصل؟ هتشد معاك صح؟ طيب رجعه بقى مكانه ما تعرفش عمرك ما تعرف ترجع الكيس زي ما كان وهدين بالكم يبقى دا لا يرتدي إلى وضعه الأصلي طيب وإيه الكسم الثاني؟ الكسم الثاني اللي هو الرجد بلاستيك وده بيبقى شديد جدا في الشد والمط والتشكل يعني صعب زي بالظبط أقول لكم زي الكرسي اللي بنقعد عليه في البيت الكرسي بلاستيك لو انت كدت شقعات تشد فيه هيحصل فيه مش هتشد معاه ولو زودت إيدك عليها هكتكسره طيب ليه؟ ايه السبب؟ انه هو بيعمل كده نتيجة وجود أهم حاجة بس بقى السبب روابط مستعرضة ما بين البولي وبعضها زي البولي ستايرين طيب التأسيمة الثالثة للألياف زي الاي ايه زي الألياف يا شطار زي القطن مش كده زي القطن ده مثال يعني يعني نعرفه القطن بيتحمل إطالة لو انت عندك فانيلا في البيت فانيلا أو تي شيرت شد فيه هتشد أكثر حاجة فيه ايه هتشد أكتر حاجة النص نص حاجمه هو من عشرة لخمسين نص حاجمه بس ايه لو كوة شدة عالية انت لبقى شد شد التشيرت لازم شده جامد وله مقاومة جديدة للتشاوه يعني ايه لو انت شديته هيتمط معك هيتمط معك بس شكله ما يتغيرش الشكل بتاعه ما يتغيرش وترجعه مرة تانية انت التشيرت اللي هم تي شتريه الفانيلا اللي هم تي شتريها مش أول ما تلبسها تبقى مسك عليك شوية تقعد انت تحرك في درعة غالي خلاص تخلد شكل جسمك وبقت اللي دي فورميشن بتاعها ما فيش فيها دي فورميشن والفورميشن بتاعها اللي شكل بتاعها بدأ اللي ايه لجسمك هني ادي مثال انا عطيكم مثال عن البولي ايستر ده طبعا ليف صناعي زي بولي ايستر زي الأمصان و الجلاليب البولي امايتز البولي بلوبلينز والبولي أكريلي زي البطلونات فيه بطلونات تبعت الخواص الميكانيكية والطبيعية